اشتركوا في القناة وايه اشهر الاعراض اللي ممكن تصاب بيها المرأة الحامل وبالتالي ممكن انها تتشقص ان عندها نقص في الكالسيوم بيسعدني ان يكون ضيوف حلقتنا النهاردة الاستاذ الدكتور حسين زهران استشاري جراحة العظام دكتور حسين اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك كمان بيسعدنا ان يكون ضيفي الاستاذ الدكتور احمد طاهر استشاري النساء والتوليد دكتور احمد اهلا بيك في صناعة طبي اهلا بك اهلا بحضرتك الحقيقة احنا هنبدأ مع الدكتور حسين وتقول لنا بقى ايه اشهر الاعراض اللي ممكن تصاب بيها المرأة وبالتالي تشقص على انها عندها نقص في الكالسيوم وانها ممكن بعد كده تصاب بها شاشة العظام اولين في العظام هو من المعلوم ان اثناء فترة الحمل اه العظام بيمتص منها الكالسيوم لتلبيت رغبة الجنين تمام وده بيجي على حساب العظام وعلى حساب مستوى الكالسيوم في الدم اه فالالست الحامل بتبتدي بعد ما يوصل المستوى الكالسيوم في الدم الى نسبة اقل من الطبيعي بتبتدي بتشعر باعراض معينة اه خاصة بوظائف الكالسيوم اساساً للجسم الكالسيوم عموما بيبقى من اهم خصائصه انه هو بمسؤول عن تأوية العظم وبناء العظم ونمو العظام زائد حاجات تانية الناس ممكن تخدش واخد بالها منها اللي هي التكوين العضلي والانقباض العضلي كذلك يعني التشنجات العضلية ممكن تكون من اهم الاعراض اللي بتنزل بنقص الكالسيوم عند المرأة الحامل مظبوط يا فندم جميل تمام زائد التوصيلات العصبية يعني الكالسيوم بيبقى مسؤول عن التوصيل العصبي سواء عن طريق العصب او عن طريق العصب الموصل بالعضلة جميل فبالتالي المرأة الحامل قد تشعر بتشنجات عضلية تشعر بالكرامبات تشعر بتنميل تشعر بخمول جميل الكرامبات والتشنجات دي من اشهر الحاجات اللي ممكن تصاب بيها المرأة الحامل وبالتالي الدكتور بيبقى يشخص الحالة انها تبقى عندها نقص للكالسيوم طيب دكتور احمد طاهر موضوع الكالسيوم من الحاجات المهمة جدا والانتو بتنبهوا عليها حتى اثناء فترة الحمل تماما اهمية الكالسيوم بتبقى اكتر في اول تلات شهور ولا اخر تلات شهور الكالسيوم كل ما الحمل بيتقدم كل ما بيزداد احتياج الكالسيوم كل ما الحمل بيتقدم كل ما بيزداد احتياج الكالسيوم يعني احنا النص الثاني من الحمل وتم احتاجين جرعات اكبر بكتير من النص الاولاني لاني بقى عندي البيبي كبير العظم اللي بتكون كبير فيحتاج كمية كالسيوم اكتر طب ازاي بقى الستة تاخد احتياجاتها من الكالسيوم سواء من تناغذاءها او من الصورة الخارجية وقادي ايه تاخد قادي ايه كالسيوم مهم جدا ان احنا ناخد كمية كويسة من الكالسيوم ازاي ما الدكتور حسين بيه قال ان هو لو الامة مش بتاخد كالسيوم كويس وده فعلا هيتأثر كمان بالغدة الدرقية انها ممكن تبتدي تحول الامتصاص الكالسيوم للجنين اكتر مش الغدة الدرقية هو الكالسيوم بيتنقل بطريقة اكتف ضد الطيار ضد الطيار حتى لو هو عنده كالسيوم عالي فهو وهو لسه محتاج والكالسيوم بقى عند مامته اقل هيتنقل برضو من مامته ليه يعني في كلتا الاحوال الجنين هياخد الكالسيوم اللي هو محتاج هتضطر الام ان هي تكسر الكالسيوم اللي في عضمها عن طريق زيادة فاس غضة الجار درقية عشان تزود كالسيوم اكتر في الدم ده هيجي على حساب العضم بتاعها كل ما بنمشي في الحمل خصوصا التلت الاخراني في الحمل يبقى محتاجين كميات كبيرة جدا من الكالسيوم طيب دكتور احمد احنا برضو عرضين فيديو للسادة المشاهدين عن الام النقص الكالسيوم خلال فترة الحمل وتأثيره على العظام طبعا هو نقص الكالسيوم مهم جدا في بنيت العضم هو اللي بيدينا الصلابة دي اللي موجودة في العضم بتاعنا هو الكالسيوم ان الام الحامل تخش في هشاشة عظام ده نادر جدا بس ممكن ان هو المحتوى بتاعها من الكالسيوم او قوة العضم تقل نوصل لان احنا بقى عندنا هشاشة عظام مرضية مش موجود يعني صعب او نادر جدا ايه في بعض الحالات بيبقى معدة لامتصاص الكالسيوم في الجسم بيبقى ناقص طيب دكتور حسين عايز اعرف بقى من حضرك موضوع حشاشة العظام والين العظام والسيدة الحامل تحديدا هي محتاجة جرعة يوميا تاخدها خلال فترة الحامل وهل بتزداد مع كل شهر زي ما قال الدكتور احمد ولا احنا ممكن نبدأ في بداية الحامل بجرعة معينة وننهي برضو الحامل بنفس الجرعة هو بالنسبة للمرأة الحامل حضرتك بيحصل من تأثير انتصاص الكالسيوم من العظام بيحصل حاجة بيسموها ترانزيانت اسكيميك ترانزيانت اوستيبروز ترانزيانت اوستيبروز لا يعني فترة مؤقتة من بعض اللين في العظام تمام ليس بالهشاشة المتعرفة عليها في السن الكبير ولكنها قد تكون لين مؤقت جميل ده بيبقى نتيجة انتصاص الكالسيوم زي ما دكتور احمد بيقال من العظام هي المرأة اولا بتحتاج في المعدل الطبيعي الى 800 ميلي جرام في اليوم لكن لما بنيجي في اسناء الحامل الجرعة دي لازم تزداد يعني في الطبيعية 800 ميلي جرام اه ماكسما اه لكن احنا بعد كده بنحتاج اكتر من 1000 ميلي جرام ديلي وتزداد في فترة الرضاعة الى 1.5 جرام يعني 1500-1600 ميلي جرام جميل الكلام ده مش بنقول للمرأة الحامل انت تاخدية عن طريق عقاقير احنا بنقولها في اول الحامل بتاعك لازم 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 جميل احبتوا عرضين صورة للكالسيوم لا ده حضرتك ده الرحم داخل الحوض وده الهيكل العظمي للمرأة الحامل جميل احنا حضرتك بنقول للمرأة يعتمدي في الاول على المصادر الطبيعية على اساس ان ما ناخدش عقاقير في اول 3 شهور من الحامل حتى لو كانت فيتامينز لان الفيتامينز يعني حتى الفيتامينز الكالسيوم ما تاخدهاش اول 3 شهور لا لانه بيخشى من التشوهات الوراثية اللي ممكن تكون ناتجة من اي دواء يتاخد في هذه الفترة حتى لو كان فيتامينز حتى لو كان فيتامينز يعني ما فيش دواء الا لما يبقى عليه محازير في اخذه في هذه الفترة تانيا لسادة المشاهدين مع دكتور أحمد طاهر ده حضرتك صورة الأشعة والسيدة مستلقية على وجهها في وضع الرقوع أو السجود تمام عشان نبعد الجنين عن العمود الفقري لان هي لما بتبقى نايمة على ظهرها الجنين بيبقى مستلقي بالرحم على العمود الفقري وده بيبقى سبب كبير من الألام سواء هي وقفة او هي نايمة على ظهرها طيب دكتور أحمد طاهر استشاري النساء والتوليد زي ما قال الدكتور حسين احنا أول ثلاث شهور بنتجنب ان احنا ديموا الفيتامين حتى لو كان كالسيم معظم الستات وهتلاقيهم حتى بيجولك في العادة كتير يقولك انا ما بحبش اللبن انا ما بحبش الحليل طب هي تأكل احتياجاتها ازاي هو الكالسيم مش بس بيجي اللبن ومنتجاته من أهم الحاجات كمصدر طبيعي للكالسيم كالسيم عموما اللي احنا بنستفيد به او اللي احنا هنمتصه من متجاته الطبيعية بيمتص احسن بكتير من السابليمنت او من كملات الاغذائية اللي احنا بنكتبه جميل واحنا كده كده بنكتب للأم الحامل الجرع اللي توصلنا ان احنا اللي بقى بناخد مع الاكل بتاعنا في المتوسط اللي هو الجرام الكالسيم اول ثلاث شهور ما بتكتبش لا ما فيش حد بيكتب كالسيم ما فيش حد بيكتب كالسيم اول ثلاث شهور اللي احنا بنكتبه كاروتين اول ثلاث شهور هو حمض الفوليك ده حاجة هي سابتة احنا بنديها عشان نقلل التشوهات اللي هو ايه الفكرة في اول ثلاث شهور اول ثلاث شهور دي الفترة بتاعت حاجة اسمها او الفترة اللي بيتكون فيها الاعضاء الفترات اللي بعد كده بيبدأ هزي الاعضاء تكبر وتكتسب الوظيفة بتاعتها بالتدريج احنا بنخاف جدا اول 12-13 أسبوع حامل دول اللي هما اول ثلاث شهور ان احنا ندي اي حاجة مبارة وبيبقى لسه الحجم الخلوي صغير جدا فلو حصل اي تأثير في حتة صغيرة ممكن تعمل لي زي ما الدكتور حسين بي قال ممكن يؤدي الى يعني يعيب في هذا العضو اللي اتأثر بالدواء اللي احنا مدمينه مش شرط الكالسيم هو الكالسيم احنا بناخده بيبقى محطوط في فورمة يعني هو مش قرس كالسيم هو قرس مصمع معاه حاجات خاف بنبقى يعني ما فيهوش ضرر بس احنا بنبقى اكثر احتياطا في اول ثلاث شهور ان احنا ما نديش ادواء طيب لو ست حاملوا جطح داك العيادة وقالت لك انا ما بحبش اللبن ومشتقاته وقالوا في اول ثلاث شهور هتعمل لها ايه لا فيه مصادر كتير للكالسيم جميل نعرف بقى سلام شاهدين عن المصادر اولا نفهمهم ان هو اللبن ممكن مش لازم نشرب اللبن ابيض يعني احنا ممكن نحط عليه شكولاتة ممكن نشرب لبن رايب اللي هو الرايب اللي بالفواكه الزبادي كل دي مصادر عالة قيمة جدا للكالسيم بعد كده عندنا الخضار الاخضر وخصوصا خضار الاخضر الغامع سبانخ مثلا اه الجرجير الكرات البقدونس كل الخضروات اللي هي خضرة وخصوصا كل ما يزيد اللون الاخضر دي مصادر غنية جدا بالكالسيم جميل المكسرات المكسرات من المصادر غنية جدا بالكالسيم السمك المعلب السردين التونة الحاجات دي كلها من المصادر غنية جدا بالكالسيم بيقولوا العضن كمان اللي بيقى موجود في السمك المعلب دا يعني من الحاجات اللي هي مصادر طبيعية للكالسيم زي ما حضرتك بتقول بقى احنا بعد ده ندي كالسيم كمكمل غذاء اللي هي القراس السيدة الحامل بتاخدها دلوقتي الناس بيعرفوش بلاعوا القراس دي بقت معمولة في شكل شوكولاتية كده او تفايا بتطمدغ وتتاكل فيعني عملوا اشكال كتيرة جدا من المكمل غذائينا طيب سيد دكتور حسين زهران استشاري العظام حضرك عارف ان ممكن السيدة فترة الحمل وده بتحصل خيرا جدا ما اتبعش اصلا مع دكتور الامراض النساء والتوليد وما بتروح لهش وبالتالي هي ما بتاخدش الكالسيم وبتكمل الحمل بتاعها وبعد كده الجنين بقى هل ممكن يتأثر بالموضوع ده ولا الجنين كده كده واحدة الكالسيم من الام مش هيتأثر هو حضرتك بياخد طبعا احتياجاته في المجمل المفروض بياخده مهما كانت حالة العمر مهما كانت حالة العمر بياخد اه تأثناء فترة الجنين كجانين تمام انما انما بيحتاج معاه بقى فيتامين دي لما ينزل يبقى بيبي تمام ودي المشكلة الكبيرة اللي بتقابلنا على ورغم ان الشمس عندنا يعني شوف السطوع بتاعها طول السنة صحيح الى انه لظروف كتير قوي عند النساء المصريات سواء ظروف فقر ان هو شؤاءهم وسكنهم ما بيتعرضش للشمس او لخوف المرأة انها تعرض ابنها للشمس خوف من صمار او هذا القبيل الحقيقة الكالسام بعد كده اللي هو اثناء بقى وهو بيبي بعد ما بيتولد بيبتدي يبان لين العظام عند الطفل ده بيبان مباشرة بعد الولادة ولا بعد فترة لا لما يبتدي يبتدي يتحرك يبتدي يتحرك اه لانه هو ما حدش بيعرف يكتشفه من الامهات لانها ما بيتبقاش عارفة وعنده ايه لكن لما بيبقى في حالة بقى المراضية اللي هي اللين العظام بقى نتيجة عدم تكوين الكولاجين المسؤول عن تكوين العظم نفسه ده حالة بتبقى وراسية ملاش علاقة بالكالسام ده كسر في الحوض ده طبعا نتيجة حادث ده بيقدي لتشوهات في الحوض قد تجابه طبيب النساء في ان صعوبة الولادة نبقى عايزين بس نوضح ان الكسور عند المرأة في الحوض يجب ان تعالج طيب انا هنطلع من الموضوع ده بسؤال لكل سيدة المشاهدين اللي بيشاهدوا حلقتنا من السلون الطبي اذا كان فيما بينكو او حد معرفة او حد قريبكو امرأة حامل بتعاني من الام في العظام اثناء فترة الحمل حاسة ان عظمها بيوجهها حاسة ان فيك رمبات كتيرة فيش تشنجات عضلية في جسمها حاسة بالام في الاسنان طيب ناخد اتصال السلام عليكم امات الله السلام عليكم السلام عليكم اهلا بيك في صورة الطبي اه محضرتك كنت عيزة كلمة دكتور احمد اسأل سؤال اه تضضل اه برضو في الموضوع اللي زيان تضضل اه تضل دكتور احمد اه انا متجوزة من خمس سنين وبعدين كان العدد عند جوزي ثنتة مليون اه وبعدين بعد الجوز بسنتين سنتين من الوقت كتيرة انا ما خدش منشطات ولا اي حاجة خالص وحصل حامل لطبيعي تمام بنفس العدد ده وبعدين معي دكتور احمد معاك يا فن وبعدين بعده بعد موليت بسنة اه حط الحمل برضو كان العدد فاعتها مليون بس بسكاته حركة ستين في المينة وحصل الحمل بس انا وجهته صراحة حصل اجهاض السؤال يا فندم ان انا الطبويضه عندي كان يكون يعني كنتم 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 موضوع من الدكتورة ما كانش خط مننشطات ولا اي حاجة اسماء الحمل يعني في الحملين مع العدد ده ما كنتش خط مننشطات اه فندم رحت الدكتورة اه من حوالي تلات شهور عطتني مننشطات انا صراحة مش فاكرة اسمها بك مش فاكرة اسمها زرور كولمود اه وابدتني من المشطات تانية وعنيتي تفجير اه بعدين الدورة اتقطعت ما جاتش خالص اه شهر اللي بقى لها شهرية معاي دكتور؟ معايك يا فندم اه وبعد كده اه وبعد كده يا فندم روحكي الدكتور تاني قالي ان التبويد مفيش تبويد تمام عملتي اي تحليل ولا اي حاجة يا مدام؟ اه لا ما عملتش حاجة خالص انا عايز اعرف ليه التبويد؟ معاني التبويد كان عندي كويس جدا ليه التبويد قالي كده من العلاج للدكتور نجزم ان التبويد بتاع حضرتك تأثر لازم نشوف حضرتك لازم حد يشوف حضرتك ولازم نطلب معامل معينة و هو دكتور حضرتك من ان ربت في دكتور ثاني ان كان يوجدت في دكتور هو الدكتور غير قادر ان هو يقول ان فيه تبويد او غير تبويد من غير ما يعمل لحضرتك يا سوناري يتأكد ان الرحم ما بيضين ما كومش اي ويضات ولازم يؤكد بتحليل طبية لكن ان هو بس هيشوف حضرتك يقول حضرتك خلاص ما عادش عندك تبويد طبعا ده مش كلام مش واقعي اوي يعني احيان طيب احنا بنشكرك انا اطلع على سؤالك ونتمنى ان ان انت تتابعي مع دكتور تكوني تباسقي فيه مهدس و ان شاء الله تلاقي الحل ان شاء الله للحالة بتاعتك والاجابة اللي انت تتمانية طيب سوال دكتور حسين زهران استشاري العظام احنا بنرجع تاني لموضوعنا موضوع الكالسيوم وكنا بنتكلم عن طفل الجنين وان هو ممكن يعاني بعد كده نتيجة نقص فيها من دين هو يعاني من لين العظام طيب انت بتلي الاعراض بتبدأ مع بداية الحركة الام بقى انت عارفت دايما من مشاهدة للطفل ومع اي حركة جديدة بيعملها هي على طول بتبتلي انها تبص عليه ازاي تقدر انها تعرف اذا كانها يعاني فعلا من لين في العظام وتتصرف ازاي في الوقت ده احنا بنقول للام انه مع بداية التسنين بداية التسنين بداية التسنين معروف ان الطفل ليه سن بداية ان هو يبتدي يطلع القواطع الامامية من بعد ست شهور للطفل في العمر بيبتدي يتأخر في حالة نقص الكالسام وفيتامين دي تيجي المرحلة التالية ان هو برضو لما يبتدي يحبي يتأخر انه يحبه اللي هو الزحف يعني اللي بسموه الامات بيسحف على الزحف على ركبه يبتدي يسحف على بطنه بس يتأخر في الزحف ما يبتديش يوقف ما يبقاش عارف يوقف وبعد كده بس بيتحرك لان في حالات مرضية الجهاز العضلي ما يبقاش قادر الطفل يتحرك فيه ده قصة تانية لكن احنا بنتكلم على طفل بينمو النمو طبيعي بس جهازه الحركي مش قادر يوقف ووقوف سليم بيتأخر عن تسع شهور بيتأخر عن تسع شهور في الوقوف وبالتالي كمان يتأخر في المشي واذا مشي اوقف مبكر وعظامه لينة يبتدي يحصل له التقوص في العظام التقوص في الركب بالذات جميل طيب أستاذ دكتور رحمد طهر تشير يا النسا والتوليد برضو من الحالات اللي ممكن تكون بتشوفها كتير في عيادتك السبت اللي بتشرب مياه غازية كتير وتقول لك انا ما واشربش مياه بس بحب بطول الوقت اشرب مياه غازية الصودة الصودة ازاي هتتأثر فعلا من وضوع الكلسام الصودة بتأثر على العظم بس هو التأثير يعني اللي هو اثناء فترة الحملة وان احنا عشان نوصل احنا نعمل ده محتاج جرعات عالية جدا يا اما فترات طويلة جدا يعني ان احنا مثلا يعني عشان نبقى نتكلم في الحملة احنا عموما للأمهات الحوامل بالنسبة ليه الأمهات اللي مش حوامل احنا مفيش تغيير زي ما الناس متخيلة مطلوب في نمط الغذاء حاجات معينة اللي احنا بنزودها ونسبة الاكل مش زي ما الناس متخيلة يعني اللي هي بتاكل اتنين فهي لازم هتاخد الوجبة بتاعتها قدها مرتين ده مش موقع ده مش موقع بزبط احنا بنقعد اول ثلاث شهور اربع شهور كمان ستات كتير او خمس شهور مش قادرين ياكله اللي هو القئ الحملة وغممان نفسه بتاعه فهو يعني ربنا مدي بيوقع الجنين زي ما قلت لحضرتك هو بياخد احتياجاته هو الفكرة انه هو بيبقى على حساب مامته يعني حتى مثلا الحديد الحديد برضو نفس الكلام الام اللي عندها انيميا هل البيبي بتاعها بيبقى عنده انيميا نقص حديد؟ لا ما بيبقاش ليه مع ان هي الحديد عندها نقص والهمجلوبين بتاعه قليل هو بياخد الحديد ويزود الانيميا بتاعه اطمامته بس هو يبقى كويس يعني هو الحديد بتنقل من الواطي للعالي ده يعني حماية للبيبي ان هو البيبي زي ما كنت حضرتك بتسأل هل هو البيبي هينزل عنده لين عظام؟ ده البيبي مش بينزل عنده لين عظام ليه لو ان هو واخد احتياجه اكتب لأوه واخد حاجته من الام بغض النظر عنه احنا اللي بنقلع عليه اكتر اللي هو الام جميل يعني بنبقى خايفين الام تخش زي ما الدكتور حسين قال زي ما اقول لحضرتك فيه حالات قليلة بس طبعا اللي هي ممكن الست تخش في لين عظام يعني يجي لها شاشة عظام يا احنا ان شاء الله يعني كل ستاتنا الليquisاراتنا kto يشاهدونا النهاردة يهتمموا بموضوع كالسن، لانه من الحاجات المهمة جدا الحقيقى انا سعيد بلقائي النهارده وبكمية المعلومات الكتيرة اللي خادناها من الستاذ الدكتور حسين زهيرانس شاري العظام دكتور حسين انت نورتنا في حياتنا في الصالون الطبي كمان المعلومات القيامة اللي احنا أكدناها من أستاذ الدكتور أحمد طاهر استشاري النساء وتوليد دكتور أحمد انت شرفتنا في الصالون الطبي الحقيقة عزائي المشاهدين زي ما شفنا المعلوماتنا ان الطفل كده كده واخد أثناء الحمل كمية الكالسام اللي محتاجها من الأم يعني الضرر بالكامل هيقع على الأم فأنا من ناحيتي بنصح كل الأمهات اللي بيشاهدونا دلوقتي وعلى داخلين على مرحلة الحمل انه لازم ناخد الكالسام بتاعنا ممكن ما ناخدوش في أول ثلاث شهور من الفيتامينز لكن هناخدوه من مصادر تانية زي الحليب ومشتقاته وممكن ننوع بعد كده مع القدروات والأسماك اللي بيوفيها عظام المعلومة الحقيقة عزائي المشاهدين احنا ننتهي النهاردة من حلقتنا من الصالون الطبي لكن نوعيدكم ان شاء الله نقدم لكم حلقة جديدة غدا ان شاء الله الساعة سبعة من الصالون الطبي ومعلومات جديدة فإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة